مساء الورد والفل والياسمين على حضراتكم وكل سنة وكل الأمة الإسلامية يرب بألف خير وحلقة مميزة ومختلفة من برنامج الستات معرفوش يجدبو هنبدأ مع حضراتكم النهاردة وأخبارنا بالتهنئة بالمولد النبوي الشريف اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النهاردة يوم ميلاد حبيبنا رسول الله وحبين أن احنا نبدأ حلقتنا بدعاء بالمناسبة دي اللهم إن قد حضرنا ذكرى مولد نبيك وصفوتك من خلقك وأفض علينا ببركته خلع العز والتكريم وأسكننا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عذابك الأليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين وبالمناسبة دي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل برقيات تهنئة لملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف فخامة الرئيس قدم أصدق التهاني وتمنى لهم الصحة والسعادة والشعوبهم السلام والاستقرار كمان الرئيس السيسي بعد برقيات تهنئة للمصريين المسلمين بالخارج وده من خلال السفرات والقنصليات وهنقهم بذكرى المولد وتمنى ليهم النجاح والتوفيق سيادة الرئيس كمان استلم برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة واللي عبروا عن تمنيتهم لمصر كمان هنقت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي وقالت فيه تويتا لها على ان النبي كان مثال للطهارة والتواضع والعمل بإخلاص ودعت عبر حسابها على فيسبوك ان ربنا يعيد الذكرى دي بالخير والبركة على مصر وختمت كلامها بكل عام وأنتم بخير